مرحبا بكم معكم جمال سالم من جي سلام ديزاينز والنهاردة نعمل حاجة بسيطة كما رأيتنا في الإلستريرر هنبدأ بشيء مثل هذا وبعد ذلك نزود لها شادو أو زل وبعد ذلك ممكن نلوانها في الفوريشوت فمغير كلام كثيرا نبدأ الحلقة قبل حاجة عندي هنا في الإلستريرر تستخدم أي خطة عندي في الموضوع هنا استخدمت خطة عندي اسمه منتزرات طبعا يمكننا ستعرفها اختار أي خطة انت عاوزه ولكن اختار خط أي خطة عندك وممكن تعمل الفيك دوت مع أي شيء ممكن تكون كلمة رقم أي شيء ولكن استخدمت رقم ثلاثة هنا سأبدأ أقبر عندي الموضوع وبعد ذلك أريد أن أحاول دوت Outline لدي ذلك رقم عادي كتابة ممكن أحاول أكتب أي شيء ثاني فأريد أن أحاول هذا shape فأضغط على Ctrl أو Command زائد Shift O فأضغط على shape فأضغط على Ctrl أو Command Y فأضغط على Outline فأضغط على shape فأضغط على shape فأرجع ثاني على view العادي فأحتاج أن أقصد كل الزرات لكي أبدأ أعمل مع stroke هذا الأقصد بالكلام سأجلب عندي Direct Selection Tool وبعد ذلك فأضغط على Shift وعلم عن نقطة ونقطة فعندك حلين الآن يعني أن تجعل الجزء الخارجي أو الجزء الدخلي فأضغط على Delete فأضغط على الشكل طبعاً أمدك الشكل فأضغط على صغيرة حالياً وأبدأ أن أزل هذا قليلاً قبل أن أشتغل فيها لكي يكون الموضوع معي واضح سأجلب عندي Rectangle Tour وأبدأ أعمل Background وأضغط على هذا الموضوع وأضغط على اللون فأضغط على هذا الموضوع وأضغط على Stroke فأضغط على Background الآن أضغط على هذا الموضوع فأضغط على أمدك الشكل والأمدك الشكل فأضغط على الموضوع وهو نفس اللون لكي تشاهدونه فأنتم نحويل اللون أبيض فأنتم نقوم بقية مثلما أريد أن أضغط على حجم Stroke معين حجم Stroke أو في القائمة فأبدأ عندي الستروك تسعة وعشرين بوينت او تونتينين بوينتينين بوينتين تأكد ان انا معلم عليها الاول وبعدين اجي على تونتينين اضغط تونتينين تاب ومحتاج اعمل حاجة تانية انا عاوز اخلي كل ده راوندد كاب مش عاوز حاجة تكون يعني حد او اجي سي كده فأجي وضغط على الراوندد كاب هنا وباجي على دعوة الكورنرز بخليها راوندد كورنرز فقديني الشكل زي ما احنا شايفين فده حاليا عبارة عن تسعة وعشرين نقطة او تسعة وعشرين بوينت هبدأ اخد نسخة من دوت الوقت وحطها خلف الشكل دوت فانا اعلم على دوت وبعدين اضغط على كونترول او كماند كوبي وبعدين كونترول او كماند بي باك الوقت موجودة في الخلف في نسخة تانية دعونا اديها لون تاني مؤقتا عشان تشوفوه انتم وليكن لون اسود مش مشكلة وهبدأ ازود الحجم دوت هدي دوت مثلا اربعة وسبعين او سبعة واربعين فورتي سبعة واربعين بوينت حاجة او كده لو نلاحظ عندي ستجد فيه واحد قدام هنا اللي هو راكم ثلاثة هنا وفي واحد وراه تاني خالص حجمه اكبر شوية فانا حاليا اعمل سيلاكشن على واحد اللي ورا خالص فانا حاليا اصبح لدي نسختين زي ما احنا شايفين فانا ابدأ ان اعمل الوقت انا عاوز اعلم على النسخة واديها جرادين فانا ابدأ ان اجيب على الجرادين دي بس حاليا انا واقف عندي على الفيل فانا اتأكد ان اعمل استروك حاجة زي كده واشيل الفيل ده عشان لا يجنيش خالص انا اقف زي ما انا كده اتأكد وانت بتعمل الفيل ده اختار هنا العلامة دي بتاعت الاستروك خليها اكتف حاليا عندي استروك موجود والجرادين بتاعت موجود او تدرج الالوان موجودة وتأكد ان اخذ اول اختيار عندي وهو linear gradient ومختار استروك apply gradient with a stroke لا تأخذ اي option تاني لان اي option تاني يديك شكل مختلف انا اريد اول option هنا وفي عندي اللون موجود double clicker تغير اللون لو انت عايز لو عندك الوان ثانية واللون دوت عبارة اللون ابيض هنبدأ نتعامل مع جزء بتاع gradient هذا قد ضغطي هنا وبالماوس عندي او عفوا بالاسهم عندي ابدأ احرك لو شايفين الاركام عندي هنا فوق بيتحرك ازاي فهبدأ ان احرك دوت مثلا خليه على حاجة وسبعين وانا بحرك هنا الاحظ معي الجزء اللي تحت هتلاقي الاتجاه بتاع بيتحرك طبعا ان اتحرك بكذا انا بفضل موضوع دوت لان اقدر اتحكم فيه خطوة خطوة فانا اكتفي بحاجة كذا 75 او 75 حاجة كذا وبعدين اسيب دوت وابدأ اشتغل مع الوراء اللي في الخلف هيكون عندك فيه الوقت فيه challenge انت عاوز تجيب اللي في الخلف فانا اضغط على دوت shift واضغط ضغطة اثنين ثلاثة واضغط دوت اضغط هنا اضغط هنا واضغط نفس الافكت عندي اصبح عندي نفس الموضوع هنلعب مع ذلك بعدين ولكن حاليا هجيب دوت shift واحد اثنين ثلاثة واحدة كمان رجع ثاني لنفس الموضوع اصبح عندي الاثنين فوق بعد دلوقتي ركبين فوق بعد بالضبط فدلوقتي اعود اعمل كزا نسخة من الاثنين دول بعد ما اضغطناهم فوق بعد بالضبط واضغطين نفس الافكت ليس لدي حاجة واضحة فا اعاوز اعمل الافكت اعاوز اتخدم بحيث ان اضافات او اضافات او نسخ كثير ما بين الاثنين اعاوز ستة نسخ فأبدأ بس احرق جزء عندي كده حرق هنا كده بعدين اعلم على الثاني واضغط فوق هنا على object وانزل على قائمة blend واقول له make وبعدين اضبط هنا على الاداة بتاعت البلاند وتأكد عندي preview مفتوحة او شغالة واختار الoption عندي specified steps بعدين اقول له اعاوز ستة نسخ واضغط tab حالان الوقت اصبح عندي فيه ستة نسخ مبين الاثنين فانا الوقت لو اجبت دوت لو انا جيت الوقت عندي واحد هنا اثنين هنا والثنين او ستة المبينهم لسه مش حقيين يعني عبارة illusion حاجة وهمية مش موجودة هنعمل لهم outline كمان شوية ونتعرف كيف نتعامل معهم دلوقتي بس احرق او جزء دوت او الشكل اللي فوق دوت احرقوا شوية بزاوية مثل 45 بحيث انه يديني شكل 3D وقدر اعمل الموضوع فانا اعلم عنه وبدأ ان احرق في اي شكل انا حددت على كل النقاط او كل الايكونات الموجودة عندي وقدر احرقه بغاية ما اصلت للشكل اللي انا عاوز وقدر اعمل الموضوع الحاجة الثانية التي تستطيع تعملها ليس تعملها ولكن تستطيع لو عندي مثلا حاجة زي كده خط مثل وعلمت على الاثنين مع بعض وجيت على اضع اضع هذا الشكل انت معي لو تبدأ انت تحكم مع الاثنين التي تعملتها لانت غطي ضغطة هنا مثلا وبدأ انت تحرك وشوف اي شكل انت عاوزه او الكلام من خلال من خلال نفس الموضوع هذا نفس اعتقد الموضوع واضح معي عند الوقت بدلا ان تحرك او تختار هذا الشكل تبدأ التعامل مع الجزء اعتقد الموضوع فارد اعلمت على الاستجاب مثل لانت تحرك لانت تعامل ولانت تؤكد ان لان تقلل المسافات اعتقد قد منه كانت تتعامل انت تجلب بكل سهولة فارد اعلمت على انت تقول اتعامل بسيطة ومع وعندي هذه الأشياء كلها تلوقتي فأبدأ من حركة أخليها في النص مثلا أنا عمز أخليها في النص الصفحة عندي تأكد أن تتعمل بوستر أو شيئا وكما قلت ممكن تعمل هذا الفيكت مع أي شيئا ليس شرط يكون رقم أو شيئا فأنا واقف تلوقتي عندي هذا موجود هنا ولكن أنا اكتفيت بالموضوع هذا فتقدر أن تتخليه بالشكل كما أنت عاوز يضع شكل الفيكت كويس جدا كان هذا طالع من ما فيه على شكل ثلاثة كأنها مغروسة في الأرض أو شيئا ولكن سنحاول نلعب معه قليلا فأجيب عندي هذا الموضوع وأجيب الـ Gradient وأبدأ أن أتعامل مع موضوع الـ Gradient سأريد أن أقوم بعمله بالضبط فأنا أحرك هذا قليلا أعطيه قليلا أضاءة هنا وأختار الأخيرة اللي فوق خالص وأبدأ أن أتعامل مع الـ Gradient اللي موجودة فوق هذا حجز كي تقريبا وأحرك ممكن أحرك هذا أخليه بزاوية ثانية لو حركت ذاوية ثانية سيضع شكل مختلف قليلا لاحظ معي هنا في الجزء الأطراف دي أنا أتعامل هنا بالأسهم عندي كما قلت بزاوية فأبدأ يضع إضاءة في الجزء والجزء الثاني لا يوجد إضاءة الموضوع واضح معي أنا رجعت الثاني مثلا قللت فتبدأ تحرك معي ترى طريقة كويسة جدا أنت تحرك واحدة بـ Gradient من غير ما تحركها بشكل سريع فأبدأك شيئا مثلا أنا لن أضعي وقت كثير أنا أكتفي مثلا أقول له أنا مبسوط من الكلام لغاية اللقاء نحن خلاصنا لأن الموضوع لم يكن صعب تأخذ وقتك إن تقوم بتحرك الكلام ترى لو عندك أي فكرة أو أي شيء أو أي شيء من هذا الآن أريد أن أختار ذات و أأتي على Object و أقوم بـ Expand و أجعل كل شيء متعلمة و أقوم بـ Expand الآن يعمل لي تديني كل شيء تقدر تقوم بـ Stroke أو تقدر تقوم بـ Outline بمعنى الآن تبدأ تعملهم كلهم لغاية تنتهي من المجموعة أو المجموعة فأصبح عندما تدوى فيه Stroke عجمه 29 Stroke 31 63 36 و أكذا لغاية آخر Stroke اللقاء نقوم بـ 47 كما تقدر تقوم بـ أو تقدر أن تقوم بـ Outline Outline كما تقوم بـ Object Path Outline Stroke حاولهم لك الأشكال بعبارها عن شكل أو شكل فأنا أخذني في هذه الحالة على Stroke بحيث أن أريد أن أعدل أو كلام من ذلك يبقى لدي فأنا أستطيع أن أعدل فأنا أعلم كلهم و أبدأ أزود هذا الشادو فأنا أزود موضوع الشادو كذلك لو كنت عندي Effect و كنت عندي Stylize ستجده Drop Shadow لو كنت عن option سوف أفتح عندي قيمة أو أعدادات موجود عندي هذه الأعدادات التي استخدمتها الوباستة كانت 42% و Offset و Y Offset و هذا و هذا بلور و بنفس اللون فهذا كان بكل بساطة أضغط فأنا أقول حاليا لو نلاحظ ستجد أن شادو بدأ يظهر هنا في الأشكال ما بين الأرقام كلها شادو يأتي شكل ضريف جدا لكن هناك شيء أنا أريد أن أضغط شادو من الجزء الأخير سأعلم على آخر واحد آخر رقم 3 موجود عندي وهو موجود هذا وأبدأ لو جيت عندي على قائمة ستجد عندك Drop Shadow موجود هنا في الجزء فأنا لو خفيته لاحظ معي آخر واحد خالص لا يوجد فيها شادو نعمل آخر واحد لا يوجد فيها شادو والآخر لا يوجد شادو طبعا أنت براحتك عاوز تجد فيها شادو لا يوجد شادو ولكن الآن خلاص الموضوع بكل بساطة عاوز تلون هذا مثلا تستخدم تستخدم كلمة فأنا عملت بوست مثل هذا وضعته على الانستوغرام عملته كبوستر يعني كان يقول ثلاث نصيح لعمل لوجو كان فيه نصيحة واحد اثنين ثلاثة وكتبتهم في الجزء تستطيع تشاهد البوست على الانستوغرام ولكن حاليا بكل بساطة عاوز تحول لدوة تضيعه اللون بالمناسبة لقد تضعه على الانستوغرام كبنفس اللون بنفس الألوان ولكن في دماغه لو عاوز تلونه بكل سهولة نستطيع نقوم بالمناسبة بكل سهولة نستطيع نقوم بالمناسبة في الفوتوشوب فهلا ندخل على الفوتوشوب ونرى هذا وعندي هنا في الفوتوشوب كل بساطة تأخذ التصميم الذي عملته وتحوله على نفس الملف أو حاجة نفس المئاسة التي عملته في الستريفر وتفتحه هنا في الفوتوشوب ويكون لديك بنفس الشكل هذا تقريبا كما نعرفون أسهل طريق أن تلون غيرديان ماب تأتي عندك تحت ويأتي على وتختار أي لون تريد من هنا هناك ألوان كثير تتكلمت عن ألوان كثير تختار أي لون كما تريد ويكون الموضوع جميل جدا لو كان الألوان معقوسة وشكلها غريب وليس طبيعي تدخل تضغط على ثم تأتي على سيبدأ يحاول لك الألوان فتجرد أن ترى ألوان كثير أو تجرب أي لون تريد أو تريد أو تريد أو تريد كل موجود هنا والموضوع ويكون لذيذ جدا فدوت الموضوع معنا بكل بساطة أتمنى أن كان هناك حاجة مفيدة لكم شكرا على المتابعة كان معكم نوال سالم عايشة تفاول وشكرا على حالك الجاية في أمان الله